شادينا تعالوا نعرف من المتخصصين في التغذية ايه هي افضل حاجات او ايه اللي مفروض نبعد عنه لما نكون بنتكلم عن حلويات المولد النبوي كل سنة وحضراتكم طيبين من دكتور ياسمين الصرافي استشاري التغذية العلاجية معنا عبر الهاتف صبع الخير على حضرتك دكتور ياسمين وكل سنة وحضراتك طيبة صبع الخير يا دكتور الحقيقة انه عندنا دايما يعني الاعياد المختلفة والمناسبات المختلفة فيه اكلات مشهورة دايما بتكون موجودة معاها المراضي احنا مش بنتكلم على اكلة طبيعية بنتكلم عن سكر سكر معمول في شكل تمثال يعني شكل جميل وكل حاجة لكن يا ترى مفيد مضر نعمل ايه علشان نحافظ على صحة ولادنا ايه اللي المفروض ناخد بالنا منه يا ريت واضح لنا كل هذه الامور يا دكتور ياسمين طبعا كل الاعياد يعني مثلا فيدي التحق وفيدي الفتا ده حلوة المولد وده تقليد ما نقدرش نقول الناس ما تقبلهوش يعني ده كلنا ببرز غريب نحبه بس طبعا نحن نتحكم في الكميات وعلى قد من هذا في الانواع برض علبة حلوة المولد مفروض ما تستحش قبل حلوة المولد تجيبها بتخلص عليها أصلا قبل ما يوم المولد بييجي بيحصل وبعدين مفروض ما نشويش العلبة على بعض ديها كده يعني كل واحد يختار النوع اللي بيحبه يا فللي بيحب الفلية اللي بيحب السمتونية احنا بنحب نحب نحب نافتا يعني نختار حاجة من كل حاجة كل يوم تاكل حاجة مرة سمسمية مرة فولية لكن بلاش العلبة اللي تيجي على بعضها كده ان فيه حاجة بتبقى مضرة جدا سكرها عالي جدا جدا الحاجات الملونة دي ممكننا بتاعت عن اللي هي عبارة عمية وسكر اللي هي العروسة او الحصان وفيه الحاجات الملونة كده اصفر احمر واخضر بتبقى زي المالبن كده شوي السكر على المالبن ده لازم يتنفذ قبل ما ناكله نخلينا في الحاجات اللي فيها مكسرات ايه على اقل متجيدة السمسمية مليئة يعني ناكل اللي احنا عاوزينه بس بكميات بسيطة طبعا وبعد ما ناكل زي ما انتو قلتو كده في الاول ما ناخدوش على ماء ده فاضي انا بيرفع السكر جدا ناخد حاجات فيها الياف لان الالياف بتقلل من قصص السكر نشرف شيخضر بعدها لان هي مش سكر بس فيها سكر ودهون برضو فبيقلش من قصص الدهون نمشي طبعا بعدها لاشن نحرق كمية الكلوز الرهيبة اللي بناخدها نشرب حاجات فيها قرف القرفة بتاعتنا السكر في الدم يعني ممكن نشرب كوباية كرفة بال اه مع اللبن او قرفة لوحدها كده دي بتثبت لنا السكر في الدم هل مع اختلاف الاعمار بتبقى النسبة فيه اه بتبقى معينة يعني الطفل ممكن ياخد مسلا قطعك كبار السنة ما ياخدوش مسلا خالص يعني عايزين نعرف ايه كبار السنة تبقى عندها مش كلا كمان في السنين سنين يعني ما بش عارفين ينضموك بس هي كل لازم يعتدل الاطفال وصغير كله بيرفع السكر في الدم بالنسبة لكل الاعمار بس كبار السنة كمان بيبقى عندهم سكر وكوليستيرول فطبعا ننصح منهم يعتدلوا اكتر في قاتل حلويات حياة بنشكرك شكرا جزيلا دكتورة ياسمينة صرفي استشاري التغذية العلاجية على هذه المعلومات